في أصبوحة من أصبوحات المدى واليوم هي أصبوحة نوعية مغايرة لأننا نستذكر بوجودكم الذكرى الخمسين لولادة لوفاة العميد الأدب العربي المفكر والدكتور طه حسين وعلى ذكر كلمة عميد في أول زيارة ليلة القاهرة التقيت بأحد الأساتذ الكبار وهو من الجيل الذي درس عند طلبة طه حسين فكان طوال الجلسة يتحدث وهو يقول لي العميد والعميد وفي البدء لم أكن منتبه أنا أعتقد أن أتكلم عن عميد الكلية وحتى كان يحدثني يقول لي شوقي ضيف كان يقول عندما كنا ندرس في جامعة القاهرة ولم تكن فيها حدائق داخلية بل كانت حدائق خارجية يعني في الجزر الوسطية في الشارع يقول كنا حين نسمع جاء العميد فنهرع وراكضين لأننا لا بد أن ندخل قبل إلى القاعة يقول لي أن قاعته تزدحم بالطلبة من غير الأقسام من الأقسام الأخرى يعني طلبة الأقسام الأخرى يدخلون إلى محاضرة فأنا في الحقيقة قلت له أنت تقصد العميد طه حسين قلت له أنه كان عميد الكلية في وقتها فقال لي يا ابني هو عميد الأدب وهو حقيقة طه حسين يستحق هذا اللقب لماذا؟ لأن له مسيرة كبيرة وهذه المسيرة هي ليست مسيرة توثيقية بقدر ما هي مسيرة إبداعية وتنويرية فهذا الرجل خاض لزاعات كبيرة سواء مع المؤسسات الدينية أو الاجتماعية التي حاول من خلالها أن يرسخ وأن يحفز بعض المفاهيم وأتذكر أيضا أننا حين درسنا الأدب الجاهلي ومررنا بقضية الانتحال وكان بعض الطلبة الذين يحملون أيديلوجيا دينية يعني ينزعجون حين يأتي ذكر طه حسين أتذكر أستاذ المادة قال قال أحد محاسن كتاب في الشعر الجاهلي الذي صدر في عام 23 قال أنه في العام نفسه صدر ما يقارب أربعين كتابا يرد عليه وبعد ست أو سبع سنوات وصل عدد الكتب مية وخمسين وقبل هذا الموعد تقريبا لم يكن العرب يعملون بقضية تحقيق الموروث العربي قال بعد هذا التاريخ بدأ الأساتذة يحققون تراثهم الذي كان يقتصر على المستشرقين يعني كان المستشرقون هم الذين يحققون الأدب العربي بعد هذه القضية حفز طه حسين وأثار موجة كبيرة من الانتقادات التي أدت إلى حافز فكري كبير لإعادة قراءة التراث العربي وإلى الآن ما زال الطلبة والباحثون يحاولون الرد على طه حسين وهذا يعني ما يحسب له اليوم حقيقة لدينا عدد كبير من الباحثين والأساتذة الأعزاء الذين يعني نأمل أن تكون أو أنا متأكد أن الجلسة ستكون ثرية بوجودهم لدينا ستة أسماء سيتحدثون معنا لأن العدد كبير فأنا أطلب من كل باحث من المتحدثين أن يتحدث عشر دقائق أو أقل حتى يكون هناك مجال في النهاية لمجموعة من المداخلات أبدأ هذه الجلسة أولا مع الدكتورة نادي هنناوي أهلا ومرحبا بالدكتورة نادي هنناوي أستاذة الأدب في الجامعة المستنصرية نرحب بها سعدتم صباحا سعيدة بوجودي بينكم الحقيقة شكرا ألف الدكتور طاه حسين عددا كبيرا من الكتب وكتبت عنه أيضا دراسات كثيرة وتقريبا يعني عشرات الكتب مئات الدراسات والمقالات وما زالت في أدب طاه حسين جوانب جديدة جديرة بالبحث والاستقصاء وهذا ليس بالغريب فعقلية الدكتور طاه حسين يعني عقلية كبيرة هي ليست متخصصة بفرع من فروع المعرفة إنما هي يعني متنوعة المعارف هو بمثابة سردية كلية فيها يجتمع الأدب والسياسة والتاريخ والثقافة والفكر والفلسفة والاجتماع وعلم النفس وهذا لأن طاه حسين لم يكن لي يعني ينتهج منهجا واحدا أو ينضوي في مدرسة نقدية واحدة أو في اتجاه واحد إنما كان حر التفكير كانت إمكانياته النقدية وأدواته المعرفية وباعه وأيضا فكره الوقاد كل هذه مشتركة هي التي صنعت سردية طاه حسين الكلية هذه السردية الكلية يعني النقاد العرب ممن درسوا طاه حسين وكتبوا عنه تناولوا جوانب كثيرة منها لكن كل واحد منهم ظل مقتصرا على المنهج الذي يعمل عليه ومن ثم توزعت هذه السردية صار فكر طاه حسين يعني يبدو كأنه مقسم وموزع أدبيا وثقافيا السردية طاه حسين سردية تعددية قائمة على تعدد التخصصات تعددية التخصصات هي التي تجعله مفكرا ما بعد حداثي هو تجاوز الحداثة إلى ما بعدها في زمن كانت الكلاسيكية هي السائدة وهذا كما قلنا طبيعي بالقياس يعني بالنسبة إلى ما كان يتمتع به من مواهب جعلته مميزا على أقرانه وأيضا على لاحقيه كان طاه حسين وما زال مميزا بفكره الوقاد طاه حسين كان من المؤمنين بالأدب للحياة ولهذا كان يتخذ من السرد حاضنا أساسيا فيه يودع كل تعددية التخصصية يعني داخل السرد تجده ناقدا تجده باحثا تجده مؤرخا تجده مفكرا كل هذه مجتمع جاءت وتولدت في داخل سرديته ومن هذا الأساس تبدو هذه السردية ذات ملامح خاصة وواحدة من هذه الملامح التي يعني في ظني أنها جديدة ولم يتناولها الباحثون هي موضوعة التعالق ما بين السرد والتاريخ حتى أن النقاد الذين عرفوا باهتمامهم بالبحث في هذه الموضوعة موضوعة السرد والتاريخ وهم محدودون ومعروفون لم يطرقوا هذه المسألة ولم يتناولوها باستثناء باحث واحد هو الدكتور فيصل دراج في كتابه التاريخ وتأويل الرواية وتأويل التاريخ ذكر طه حسين لا لكي يؤكد تعالق السرد بالتاريخ بل لكي ينفي ويفند أن يكون طه حسين قد استثمر التاريخ وكتب ما جاءت به النظريات ما بعد الحداثية التي هي طبعا تدخل في إطار حديث تقريبا لا يتعدل العقد الأول من هذا القرن فذكر روايته رواية طه حسين دعاء الكروان وقال عنها بالحرف الواحد قال عنها أنها رواية معوقة بتاريخ مقيد طبعا الذي يبحث في سرديات طه حسين في الكتب التي تناول فيها السرد كقصص وروايات سيجد أن طه حسين امتلك يعني رؤا ووعيا عاليا يسبق به أصحاب نظرية التاريخ والمتخيل التاريخي مثل هايدون وايت وبوري كور أقول هذا لا يعني انحيازا أو أقوله اعتباطا إنما أقوله بناء على معطيات معطيات من أدب طه حسين وأهم هذه المعطيات تتمثل بالمقدمات النظرية المتخصصة والفكرية التي قدم بها لكتبه السردية التي تناولت تاريخ الإسلامي مثل على هامش السيرة وكتابه الشيخان والفتنة الكبرى والوعد الحق في هذه الكتب نجد طه حسين صاحب رؤية خاصة ومنظور متميز في التاريخ يختلف عن ما كان سائدا في زمانه بشكل كمير وتام وهذا المنظور الذي وضعه للتاريخ يجعل طه حسين مكملا للمسير الذي ابتدأه جرج زيدان يعني جرج زيدان كتب روايات تاريخية كان فيها يتخذ من السرد أداة لكي يكتب التاريخ ويقرب التاريخ الإسلامي إلى نفوس الناس فكانت المسألة لديه مرتبطة بهذا اتجاه ولهذا نحن نسمي رواياته روايات تاريخية أما طه حسين فإنه جاء إلى التاريخ الإسلامي متخذا من السرد أداة وغاية في نفس الوقت بمعنى أنه حين يستخدم السرد إنما يريد أن يقلب ثوابت التاريخ أن يحوله من كونه سردية نهائية كبرى يعني لا مجال فيها للتفنيد أو للتشكيك حولها إلى سردية صغرى لا نهائية قابلة لإعادة الكتابة وقابلة لإعادة التفكير فيها أي بمعنى إمكانية التشكيك والتفنيد وإعادة التأويل هذا هو بالحقيقة عبارة عن متخيل تاريخي هو هذا المتخيل التاريخ الذي نادى به وكتب عنه هايدن وايت أطروحته في الميتا تاريخ وأيضا كتب عنه بوري كور في ثلاثيته عن الزمان والسرد كتب عن السرد التاريخي طبعا الروايات التي كتبها طه حسين ما سماها روايات هو سماها كتب يعني على هامش السيرة كتاب على الشيخان كتاب ما سما رواية لكننا نحن بتقديرنا النقدي نعدها بمثابة رواية تاريخ وليست رواية تاريخية لماذا؟ لأن طه حسين مثل ما قلنا وظف فيها المتخيل التاريخي على نية وقصدية تفنيد ثوابت التاريخ طبعا في كتابه على هامش السيرة مقدمة ضافية كتب طه حسين فيها منظوره للتاريخ هذا المنظور يقوم على فكرة أن المؤرخ حين كتب يعني كتب الكتب التاريخية التي وصلتنا كتبها المؤرخون القدماء هذه الكتب بإمكان القارئ المعاصر أن يعيد كتابتها عملية إعادة كتابة التاريخ هي بالحقيقة نفس ما دعا إليه هايدن وايت في مسألة الميتا تاريخ يعني أن الكاتب المعاصر يأتي ويكتب هذا يعني أن كتب التاريخ مثل كتب الأدب مثلما أن كتب الأدب لا تنتهي هي كتبت وهي قابلة لأن تعاد وتستعاد ويبنى عليها وتصاغ من مرة ثانية كذلك كتب التاريخ مثل كتب الأدب طبعا هذه ليست غريبة لأن طه حسين كما قلت في بداية كلامي أنه يربط ما بين الأدب والحياة ولهذا السبب عنده التاريخ مثل الأدب يقول أن ملحمة الإلياذة مثلا ألهمت كتاب المسرحيات الإتراجدية على كتابة أفكار جديدة وكتاب المسرحيات الإتراجدية ألهموا الذين جاءوا من بعدهم وكتبوا وهكذا تتوارد الأفكار وتتطور من دون أن يكون هناك يعني قيمة لأحد مثلا للسابق على اللاحق لا أبدا هذه ليست أقل خصبا من تلك هي كلها متداخلة ومتفاعلة مع بعضها كذلك الحال مع كتب السيرة وتحديدا السيرة النبوية كسيرة بن هشام مثلا يقول طه حسين أن هذه السيرة ستلهم الكتاب وألهمت الكتاب على أن يعيدوا ويكتبوا فيها من جديد إذن من هذا المنطلق من هذا التصور تصبح الكتب التاريخية كتب المؤرخين ليست مقدسة ليست أشياء لا يجوز التفكير بتفنيدها أو محاولة البحث عن مسكوتاتها أو مهملاتها لا بالإمكان للكاتب أن يعيد التفكير فيها طبعا أيضا من الرؤى التي وضعها طه حسين في مقدمته وهنا أعدها طبعا مقدمة نظرية لأن فيها طرح طه حسين منظوره الجديد للتاريخ تأكيده على أن المؤرخ حين نقل لنا الأحداث نقلها لا بوصفها قد وقعت فعلا وإنما نقلها على نية محاكاتها بوصفها محتملة الوقوع وليس يعني واقعة بشكل تام لأننا وخاصة هو يقول طبعا خاصة في تصوير المعارك الحربية يقول الذي ينقل الحادثة المؤرخة الذي ينقل المعارك الحربية هو أما سمع بها أو شارك فيها وفي كل الحالتين لا يستطيع أن يرى كل زواياها بحيث يكون الذي يكتبه هو الحقيقي وهو النهائي والمصدق به ولا شيء غيره هذا غير ممكن لماذا؟ لأنه نقرأ فقط الجانب الذي كان فيه واقفا أما بقية الجوانب الأخرى لا يدري ما هي ومن هنا يعني يؤكد طه حسين أن كاتب التاريخ مؤرخ الكتب السيرة هم في الحقيقة سمعوا صوتا واحدا وهو صوت المنتصر وتركوا الصوت الآخر وهو صوت المهزوم وهنا يأتي دور كاتب السرد يعني معيد كتابة التاريخ يأتي هنا دوره كمؤول كمؤول لكي يعني يبحث عن المهملات التي تركها ذاك الذي ذكر لنا صوتا واحدا وترك الأصوات الأخرى ولكنه يذكر احتمالا في أن يكون هذا المؤرخ قد نقل الصوتين معا صوت المنتصر وصوت المهزوم وبالتالي تصبح المسألة قطعية لا مجال فيها لأن نفند ونعيد كتابتها وهذه منطقيا وعمليا يعني عمليا وليس منطقيا عمليا هي غير ممكنة لأن ذلك يحتاج من الكاتب إمكانيات غير ممكنة أن يذنقل الصوتين معا من هنا جاء كتابه بعنوان على هامش السيرة أي أنه أخذ من السيرة هوامشها مما لم يذكر فيها لكي يبني عليها من متخيله السردي يبني عليها رؤى والتصورات فكتب عن حوادث هي ربما تبدو يعني تاريخ السيرة مر عليها المؤرخ سريعا لكن طه حسين وقف عندها بالتفاصيل مثلا حادثة حفر بئر زمزم مثلا حادثة كيد عمرو بن هشام قصة الرهبان الذين جاءوا بخبر مقدم رسول يقود هذه الأمة وهكذا هذه المسائل الهامشية بنى عليها طه حسين رؤاه اهتم بالهوامش اهتم بالمهزومين اهتم بالذين ما وقف التاريخ عندهم يعني لما تحدث عن عمار بن ياسر وأبيه ياسر بن عمار قال أن التاريخ حينما طبعا صار ياسر دخل في الإسلام وتعرض لما تعرض قال هنا التاريخ اضطر أن يذكر عمار اضطر أن يذكر ياسر بمعنى أن التاريخ الرسمي ليس معنيا بهؤلاء عوام الناس وهوامشهم إنما هو معني فقط بالمنتصرين بالمعلوم هذه كلها الحقيقة هي رؤى ما بعد حداثية رؤى ينادي بها الآن أصحاب النظريات المعاصرة النظريات التاريخية المعاصرة وهي بهذا يعني تأكيد كبير على عقلية طه حسين وطبعا الوقت ربما لا يسمح لي لأنا تحدث عن كتاب الشيخان أو طبعا الكتاب هو بالتحديد الشيخان الكتاب تحدث فيه عن سيرة أبي بكر وعمر وأيضا طبق هذه المنظورات عليهما وكتب عن سيرتهما وأشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا دكتورة نادية طبعا يعني هذه مداخلة مهمة وافتتاحية تعطي مساحة كبيرة للحديث وللنظر إلى علاقة التاريخ بالأدب من خلال استثماره ولا سيما أن طه حسين لديه منهج تاريخ علمي أكاديمي مخصص استعمله في مؤلفاته تقريبا معظمها الآن مع الدكتور علي حداد ليتحدث لنا عن طه حسين طبعا صباحكم جميعا في واقعة سردية استمرانا للسرد الذي ذكرته الدكتور ربما هي بنيت على البيت الذي قاله المعري يقول المعري أو تقول الواقع أن أحدهم جاء يسأل عن بيت فما وجد أمامه إلا المعري الذي يدله على هذا البيت وحين وصفه له قال تعالى معي يدلني فأخذه المعري وقال هذا البيت أعمى يقود بصيرا لا أبن لكم قد ظل من كانت العميان تهديه طبعا المعري لم يكن في حسبانه أن أعمى بصيرا سيأتي في يوم ما ليقود المبصرين كما هو طه حسين غير مسار كثير من المعارف كثير من المواقف خلق وعيا جديدا أصبح علامة تنوير ولذلك يصح أن نقول أنه شخصية مفصلية أو مفكر مفصلي بين مرحلتين مع طه حسين تغيرت كثير من الممارسات الفكرية والسلوكية وخلقت معارك وإشكالات هو كان قطب هذه الإشكاليات التي حصلت بوعيه بفكره الجديد بما أتى به وهو يذهب إلى فرنسا ويتعمق في دراسة ليس فقط اختصاصه بالمناسبة على ذكره بالعلاء المعري هو درس أبو العلاء المعري في طروحته قبل أن يذهب إلى باريس عام ١٠١٤ ليدرس مرة أخرى يدرس ابن خلدون ولم يكتفي بهذا الجانب فقد تعمق في قراءة الأدب الفرنسي والآداب المختلفة بهذا الجانب واستوعبها وحين عاد بهذا الامتلاء أعتقد هنا بمعنى لا أظن أن الفقدان البصر نسقه الفاعل في شخصيته فهو تحدى ظروفه العائلية والبيئية فهو يأتي من إحدى القرى وتحدى وجوده مع مبصريين وتفوق عليهم وتحدى الغربة وعاد بهذه الذينية هذه كلها صنعت له خصوصية وربما أفاده الأماهة في أفق التأمل البعيد الذي هو عليه من يقرأ بؤلفات طه حسين يجد أن أفق التأمل الكبير لأنه يعني يبدو أن أننا إلى كثير من أربما الآن حين تفكر بقضية تغمض عينيك لتبتعد عن مؤثرات الواقع يبدو هو كان متاح له هذا الوفق مفتوحا على أن يصنع تأملات عالية طبعا مع العمى أو فقدان البصر كانت الجرأة التي هو عليها والرغبة في التحدي والإصرار والمواجهة يعني ما تعرض له ليس بالقليل يعني لكنه صنع عمل بالناسبة أيضا هو كان دافعا لأن يظهر مجموعة من الأدباء غير المبصرين في أكثر من البلد كمحمد مهدي البصير في العراق وكلهم تحدوا عماهم وعبد الرزاق البصير في الكويت عبد الله الباردوني في اليمن كلهم حاولوا أن يقتدوا بهذا الأفق الذي صنعه طه حسين أول مرتكز تأسست عليه شخصية طه حسين وما حصل حولها من لغط ومن إشكالات هو كتابه في الشعر الجاهلي الذي غيره بعد ذلك إلى الأدب الجاهلي يبدو أن هذا الكتاب لا لأنه يتناول الشعر الجاهلي يعني هذه الضجة التي حصلت وتعرض فيها إلى إبعاد وكادت أن تكون محاكمة وما إلى ذلك وهجوم كبير من رجال الدين في الأزهر وفي غيره يبدو أنها بنيت على لا لأنه تناول الشعر الجاهلي فقضية الانتحالة التي أشار إليها هي موجودة منذ العصر العباسي تكلم فيها يعني ليست بالجديدة يبدو أن القضية تتعلق في أن الشعر الجاهلي كان في مراحل كثيرة هو أداة لتفسير النص القرآني يعني منذ عبدالله بن عباس حين كان يفسر الآيات معتمدا على الشعر الجاهلي يبدو أن هذه القضية هي التي أثارت هذه النزعة أنه حين يشكك بالشعر الجاهلي سيشكك بواحد من المصادر المصادر الأساس بالمعسبة أنا كنت درست الأدب الجاهلي فترة ما كنت في اليمن يعني سنوات طويلة وكلفت الطلاب أن نذهب إلى كتب التفسير ونستخرج النصوص الشعرية التي استخدمت كانت المفارقة طبعا أنه عددا كبيرا هائلا من الأشعار الجاهلية أو ما قبل الإسلام وردت في كتب التفسير وكان الأغرب فيها أن أمرأ القيس كان الأبرز بين هؤلاء الشعراء يعني هذا الشاعر الذي يقود يحمل راية الشعراء إلى النار أكثر شاعر ورد شعره في تفسير منفردات القرآن الكريم فربما من هذا الناحية أثار طه حسين حفيظة من حوله من الملتزمين الدينيين من علماء الأزهر ليصنعوا هذا الرجل لكن هذا الكتاب وهو يقوم على يعني ربما هم ما استوعبوا المنهج منهج الشكل الذي يشتغل عليه وهو جاء به معه متقنا إياه يعني هذا المنهج الديكارتي في أنك لا تصدق الواقعة إلا بعد أن تتثبت عنها تثبت منها كثيرا تتابعها يعني تراها في البدء ربما يعني غير ملزمة لك أن تصدقها هذا طبعا إحنا مشكلتنا في الثقافة العربية الحقيقة وفي الوجود العربي نحن دائما نميل إلى التصديق لأنه الأسهل سلم بالواقع قالها فلان وسبقك فلان ومؤرخ الفلان أما مجادرة لأننا لا نمتلك حقيقة يعني ما يسمى بنقد التاريخ أو نقد الوقاع وليت علماءنا علماءنا منذ استفادوا من علم الجرح والتعديل الذي يتناول الحديث النبوية في تأكيد صحة السلسلة التي أوصلت الفكرة ليس لدينا في التاريخ ولذلك تاريخ ناسرديات فيها كثير مما يشك به أكيد طبعا ذكرت الدكتورة نادية أن طاه حسين تعدد يعني أفاق المعرفية والمجالات فهو كتب في الثقافة العربية حديث الأربعاء تناول فيه مختلف قضايا الثقافة العربية والأدب العربي كتب الرواية وأجاد فيها ومن المفارقات أيضا أنه بعد وفاته خرج له ديوان شعر وليته لم يخرج لأنه شعر ضعيف في قضية أيضا يعني أنا حقق قضايا كثيرة لكن لأن الوقت ضيق راح أجاوز بعضها في نسق أيضا ربما مضمر في شخصيته وهو مصريته يعني لما أصدر مجلة سماها الكاتب المصري له موقف من المتنبي يعني غريب أن شخصا مثل طاه حسين يحاول أن يتجاهل المتنبي ولو عدتم إلى كتابه عن المتنبي ستجدون أنه لا يضع في هذه المنزلة التي يضعها الآخرون ربما لأنه كان له موقف من المصريين يعني طاه حسين يعني حتى في عبارة لا أجر أن أقولها قالها عن المتنبي يعني هذا يبدو يعني تكريس لوجود مصريتي بالمناسبة أيضا ومادمنا في ذكر الشعراء والأدباء المبصرين لدينا في العراق أيضا شخصية عايشة ذات الظروف التي مر بها طاه حسين أيضا من بي أريفية وذهب إلى باريس ودرس في جامعة منبلي وتزوج من سيدة فرنسية وعاد إلى العراق وألف في الشعر الجاهلي وهو محمد مهدي البصير وكتابه بعث الشعر الجاهلي ثم كتب سلسلة الحقيقة لما نقارن بين الشخصيتين يعني لو تبادل ظروف ولو هي افتراض لو أن طاه حسين كان في العراق ومحمد مهدي البصير كان في بصر يمكن لتغيرت المعادلة لأنه أنا لا أنال من طاه حسين لكن يعني هذه الحقيقة وقاع يعني مثلا طاه حسين ليس له من موقف ضد النظام القائم فيها ولاظ الدل انجليز ما نجد عنده هذه لأنه اهتم بالجانب الثقافي وحاول أن يشتغل عليه لكنه مثلا البصير كان شاعر ثورة العشرين وواجه ما واجه بالرغب عماه وتطورد ثم أن البصير شاعر شاعر مهم حقيقة في مرحلته وهذا ما لا نجده عنده طاه حسين هذا لا يمنع حقيقة أنه كما قلت طاه حسين وجود مفصلي غير مسار الثقافة العربية فتح الآفاق لقراءة أو ععادة قراءة كثير من الوقاع وهو صاحب اسلوب والحقيقة ذكرت دكتورة نادية أنه هاي الحداثة وهو من هو جمع في فكري كان حداثويا عاليا يعني قراء بحكم أنه جاء أو جلب معه المنهجية الجديدة في قراءة التاريخ في الأدب لكن سلوبه كان سلوبا بلاغيا عربيا خالصا فيه كثير من الاستعارات والجناس والطباق والكذا واشتغل بهذه الروحية التي صنعت لنصه حتى النثري إحساس يعني من يقرأه ويجد هناك نمط من الموسيقى الداخلية التي يتخير فيها طاه حسين الألفاظ ويبني عليها سواء في الأيام أو في رواياته أو حتى في حديث الأربعاء الذي كان آسف إذا ما أطلت وشكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور علي شكرا على هذه المداخلة المهمة هناك يعني تأثير كبير لطاه حسين في مجال الفكر الحقيقة وليس في مجال الأدب فحسب يعني يطلق عليه لقب مفكر وهذا اللقب لا يطلق اعتباطا لماذا؟ لأن هناك نقطة تحول مفصلية في حياة طاه حسين بدأت منذ تقريبا عام 1920 حينما أصدر الصفحات المختارة كتابا وهذا الكتاب هو معني بجمع الأدب الدرامي اليوناني وبعد عام منه أصدر كتابا بعنوان النظام الأثيني وكان يتحدث فيه عن بناء النظام في أثينان ثم أصدر في عام 1925 قادة الفكر وكان يتحدث عن الفلاسفة اليونانية ومن هنا أصبح لطاه حسين تأثير وتأثر أيضا حول قضية الفكر وللحديث أيضا بصورة أوسع عن جانب الفكر عند طاه حسين نرحب معا بدكتور طاه جزاع أستاذ الفلسفة عليكم السلام ورحمة الله الصباح الخير سهتدتنا لفاضل بداية لابد من توجيه الشكر إلى بيت الثقافة والفنون بيت المدى لإصراره على أن يمارس هذا الدور التنويري في حياتنا الفكرية والثقافية رغم كل ظروف حقيقة أنا لم أتفق مع أحد على أن أتحدث على الجانب الفكري عن طاه حسين لأنه الحديث عن شخص مثل طاه حسين حديث متشعذ وصعب جدا ولا يمكن حصره في عشرة دقائق ولا أكثر من هذا الوقت سيما وأن الزملاء الآخرين الدكتورة والدكتور تحدثوا في الكثير من الجانب المتعلقة بطاه حسين أديبا ومثقفا تنويريا والمعرف لا يعرف أصعب شيء أن تتحدث عن معرف وتحاول أن تعرفه للجمهور وبالذات مثل طاه حسين الذي كتبت عنه عن شخصيته الفريدة عن أدبه عن ثقافته العشرات وربما المئات من الكتب والبحوث والمسلسلات التلفزيونية والأفلام مثل الفيلم الكبير قاهر الظلام عندما تتحدث عن هذه الشخصية فإن هناك جوانب كثيرة يعرفها الجمهور ويعرفها الناس صلاح عبدالصبور له قول عن طاه حسين يقول أنه المتحضر الأول في مصر الحديثة المتحضر الأول في مصر الحديثة وهذه الكلمة لها أبعاد كثيرة لا تتعلق بما انتجه طاه حسين من أدب وترجمات وغير ذلك إنما تتعلق بشخصيته التنويرية وبالدور الذي قام به في مصر أو في فرنسا في محاولة الربط ما بين الثقافة العربية الشرقية وما بين الثقافة الغربية وربما كانت هذه واحدة من الأمور التي سجلت على طاه حسين أنه كان غربيا أكثر من الغرب وأنه كان متماديا جدا في إشادته بالحضارة الغربية لكن في حقيقة الأمر أن طاه حسين لا يقصد بالحضارة الغربية هذه الحضارة في شكلياتها العامة وفي مخترعاتها وفي حياتها الاجتماعية وغير ذلك إلا ما أخذ من الحضارة الغربية لب هذه الحضارة وعقل هذه الحضارة وهي الحضارة الإغريقية اليونانية لذلك كان اهتمامه الأكبر بالأدب اليوناني باللغة اليونانية بالمسرح اليوناني وبالفلسفة اليونانية وحاول من خلال ذلك من خلال ترجمات ترجمات وبحوث عن المسرحيين اليونان عن الأدباء عن الفلاسفة وبالأخص سكراط وإفلاطون وأرستو اللي يعتبرهم البداية الحقيقية للفلسفة في اليونان وفي العالم الغربي بشكل عام لم يذهب إلى ما قبل سكراط من فلاسفة طبيعيين مثل طاليس ونكسيماندر ونكسيمانس وإلى آخره وإنما بدأ بها أولا لأن يعتبرهم قمة الفكر الغربي نعم الذي أنتج فيما بعد الفلسفة في القرون الحديثة لذلك أخذ من سكراط منهجه في التوليد والتهكم في توليد الأفكار وهذا المنهج وما عرف به سكراط وطبقه طاعسيا وأخذ لاحقا من ديكارت منهجه في الشك الشك لذلك فإن كتاب في الشعر العربي كان مبنيا على منهج جديد لم يعلفه البحث العربي من الشك في الشعر الجاهلي وما يحيل إليه من شك في أمور أخطر من هذه يعني ربما حوله نصوص يعني مقدسة والسلطات الدينية بصورة عامة ذلك ثارت له أغده هذه الأمور أنا وددت أن أتحدث عن جانب شخصي من طاعسيا طاعسيا كإنسان أب زوج رب أسره وتحدث وتحدث عن علاقة فريدة ربما هي التي ساهمت بشكل غير مباشر بخلق ظاهرة طاعسيا طاعسيا ظاهرة أكبر من كون رجل وأديب ومثقف وهذه القضية قضية الحب التي ربطت بينه وبين سوزان بعد أكثر من نصف قرن تعود سوزان إلى طاعسين لأنه بعد رحيله في عام 1973 كان صديق المقرب إلى طاعسين وإلى عائلة حسين هو المستعرب الفرنسي الشهير جاك بيرك الذي خصص جزء من محاضراته في كوليج دي فرانس إلى ساعتين إلى طاعسين وكان صديق المقرب صديق سوزان وأيضا صديق مؤنس اللي هو ابن طاعسين كلهم ثقافتهم طبعا فرنسية كما تعرفون سوزان بقد 58 سنة مع طاعسين بدون أن تتعلم اللغة العربية يعني كانت اللغة في البيت هي لغة فرنسية حتى ابناء لا مؤنس ولا أمين يعرفون عربي فرنسيين ثقافة ولغة المترجم السوري بدر الدين عرودكي الذي قام بترجمة كتاب سوزان معك من فرنسا إلى مصر قصة حب عنيفة أو شيء من هذا القبيل بعد وفاة طاحسين جاكفير طلب من سوزان أن تدون ذكرياتها عن هذا الرجل من بداية علاقتهم في مونبلي في عام 1915 ثم زواجهم في عام 1917 ثم عودتهم إلى مصر والحياة الطويلة التي قضتها في مصر وقال جاك بيرك بعد أن شجع سوزان على أن تكتب مذكراتها قال أنا أرشح مترجم سوري لهذه المهمة لأنني ستكتبها باللغة الفرنسية تترجمها للغة العربية فرشح بدر الدين لكي يثبت العمق العربي لمشروع طاه سين جميل جميل واختار له محمود أمين العالم عالم المفكر اليساري المعروف لكي يؤكد على المشروع المستقبلي لطاه سين وبالفعل صدر الكتاب باللغة الفرنسية بعد عامين على رحيل طاه سين وترجم إلى اللغة العربية ترجمه بدر الدين رودكي وكتب له مقدمة أو مراجعة للترجمة محمود أمين العالم وفي هذا الكتاب يعني كما يصفه المترجم يعني لا تستطيع أن تصفه بأنه رواية ولا هو قصة طويلة ولا هو سيرة ولا هو ذكريات ولا هو تاريخ إنما هو شيء من كل هذه الأشياء تناولت فيه عصر طاه سين بالكامل من الناحية الثقافية من الناحية السياسية المصادمات التي خاضها طاه سين الحرب العنيفة التي شنت عليه بسبب أفكاره التنويرية الجريئة وكما تعرفون تعرض عدة مرات لعقوبات وطرد فصل ومنع على ذكر العميد حضرت تكشرة إلى هذا الموضوع لهو أيضا كان عميد ليس فقط عميد الأدب العربي لكن هذا اللقب بقي ملازما له إلى الآن لأنه كان أول أول عميد مصري لكلية الأداب وقد يكون من هذا المنصب قد جاءت تسميته عميد الأدب العربي كل هذه الأمور وغيرها من تفاصيل وردت في كتاب معك لسوزان طاه سين وأيضا هناك بعض الجوانب المثيرة والطريفة في هذه الشخصية التي تدل على أنه بصير وليس أعمى بحدسه وإحساسه يعني مثل ما يقول نزار قباني ما أنت أعمى إنما نحن جوقة العمياني فتذكر حوادث يعني تقول في يوم ما كنا في الجبل في لبنان يعني راحين يصيفون هناك وكنا نستمع مصادفة إلى الإذاعة يقدمون شخصية من المطربين الشرقيين يعني قد يكون مصري أو لبناني ويتحدثون عنه وكان طاحسين يكره هذا المطرب يعني من يسمع يعني لا يطرب له نعم أي فقال لسوزان ومن معه قال هذا المطرب أتصوره بدينا وأصلعا يقول فعلا نحن بعدين عثرنا على استوانات في هذا المطرب فشفنا شكله فعلا كان بدين وأصلع مثل ما وصفه مثل ما وصفه طاحسين عند الكثير من هذه القضايا التي تدل على الحدث يعني مثلا إن كان أحد الأيام في مكتبي وكان أنا ذاك رئيسا لتحرير مجلة كوكب الشرق كوكب الشرق يعني دخل أحد الأشخاص عند الباب وكان وحده طاحسين طاحسين بشكل يعني سريع ضغط على الجرس يعني فعلا جول الناس يعني لماذا ضغط الجرس إلا كفت شي يعني مثير في هذا الموضوع أو حدث فد أمر يعني ففعلا لازم هذا الشخص طلع حامل معه سكين يعني بهدف يعني يعني يقتال طاحسين وهو يعني صار عنده حدث بهذا الموضوع وضغط على الجرس يعني فعلا إنه عنده يعني بعض الأمور والشغلات اللي تذكرها سوزان ومنها كان وزير معارف نعم وزير معارف قال إنه طلب في يوم إلى البرلمان ليقدم كشفا عن وزارة المعارف فقالت إنه تحدث لمدة أربع ساعات وذكر أرقاما بالتفصيل بدون أن يخطئ في أي رقم منها لميزانية الوزارة لمشاريعها وما إلى ذلك من أمور وبالمناسبة هو لما صار وزير معارف أصر على قضية التعليم المجاني في المرحلة الابتدائية وفعلا لم يخرج من الوزارة إلا أن يتحقق هذا الأمر وعندما عاد الوزارة مرة أخرى أصر على أن يكون التعليم الثاني أيضا مجاني وفعلا يعني تحقق هذا الأمر لأن هناك جوانب الحقيقة كثيرة يعني لا نريد أن نأخذ من وقت الآخرين لكن إن سمحت لي أن أختتم بمطلع قصيدة نزار قباني في رثاء العميد طاع سين يقول فيها ضو عينيك أم هما نجمتاني كلهم لا يرى وأنت تراني ضو عينيك أم حوار المرايا أم هما طائراني يحترقاني ار من الضارتيك ما أنت أعمى إنما نحن جوقة العمياني أيها الأزهري يا سارق النار ويا كاسر حدود الثواني عد إلينا فإن عصرك عصر ذهبي ونحن عصر ثاني سقط الفكر في النفاق السياسي وصار الأديب كالبهلواني عد إلينا يا سيدي عد إلينا وانتشنا من قبضة الطوفاني أيها الغاضب الكبير تأمل كيف صار الكتاب كالخرفاني شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور طاها جزاء على هذه المداخلة المهمة التي أثرت عدة جوانب من حياة طاها حسين الجانب الفكري والجانب الإنساني الآن مع الدكتور عقيل مهدي الحديث أيضا عن طاها حسين الحضور الحضور الكريم شكرا طبعا شكرا جزيلا لدكتور العزيز والأساتذ الذين تحدثوا وأنا حتى أختزل الأمور شوية راح أقراها للورقة لكي ندل على شخصية هذا الرجل الكبير طاها حسين طبعا أنا عندما أشوف الرباط يقول أول ما عقدني أنه هذا الرباط شلو راح سوى العفدة مات لأنه كان بالأزهر طاها حسين والثقافة المستنيرة شخصيته كان فاقدا للبصر وبات من عظماء المشاهير باجتهاده وطموحه وقوة شخصيته وجرأته السياسية يقول المعتدون عندي طغاة ظالمون فإذا ضيعت الواجبات أهدرت الحقوق من كتبه أحلام شهر زاد شون يستهله يحن ألف ليلة وليلة هو يقول فلما كانت الليلة التاسعة بعد الألف أفاق شهريار من نومه مذعورا واستمر في روايته ليؤكد منظوعة يراها ضرورية في سيرة الإنسان الملتزم شي يقول بها الكتاب أحلام شهر زاد يقول العشاق هم في حاجة دائما إلى أن يشكوا لأنهم كطلاب المثل العليا فسعادتهم في الطموح المستمر والجهاد المتصل لا في بلوغ الغاية يعني يوصل هدف وينغلق إنما يبقى انتظمت في سيرة طه حسين الجوانب الإبداعية والأكاديمية المترفعة على مآرب الطغات وبذاك الوقت إنجليز وغير إنجليز وكان شهم في مواقفه فيرى إن إثرة الملوك هذا طبعا بنفس الشهر يقول إن إثرة الملوك والسادة والزعماء هي التي تثير الحرب دائما وترهق الشعوب فهم يدفعون الشعوب إلى الموت حين يحاربوا وإلى الشقاء حين يسالموا فهم ضحية فهم ضحية لهم على كل حال تقول شهر زاد أن لم تحاسب نفسك وهي تخاطب طبعا الملوك والزعماء أن للشعب حقوقا يجب أن تؤدى إليه وأن أوقات الملوك ليست خالصة لهم من دون الرعية في كتابه الشعر الجاهلي يختتم الكتاب حيث يرى في هذا الشعر الجاهلي العبث والكذب والانتحال ويجهر طه حسين بإعلان رأيه بقوله نحن نخالف أولئك الذين يعتقدون أن القرآن في حاجة إلى الشعر الجاهلي لتصح عربيته ويضيف أن الاستدلال يجب أن يقوم على عربية نصوص القرآن وبوصفه أستاذ الأداب العربي بكلية الأداب بالجامعة المصرية يرى في هذا البحث إن كان قد أسخط غوما وشق على آخرين فأنه سيرضي المستنيرين الذين هم عدة المستقبل وقوام النهضة الحديثة وذخر الأدب الجديد شوف مثل ما أيد دكتور علي أنه فعلا كان يعني والدكتور فاضلة أنه كان ما بعد الحداثة كأنه يتحد وعلى صعيد الشعر العربي بشكل عام يعني يختار من عيون الشعر ومنها مديح شاعر لأجواد ابن هاشل يقول ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لا أهو نعم في كتابه طبعا هذا الشعر الجاهلي صدر الكتاب وقدم طه حسين للمحاكمة لأسباب سياسية وكان يرى في هذا الفعل وسواه اختراقا للحرم الجامعي وحرية البحث العلمي ويعلق على شعر الفرزق أيضا ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان علي للقدر الخيار ويذكر شعرا قديما وهي كل المثقفين الراقيين الذين يتحملون نقيق الضفادع والسفلة الذين ينهشون يقول فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا شوف إيش قد نبيله يعني إنسان عنده بعض أفق وبعد أن تعرض للملاحقة والشتم والإقذاع حتى بصحيفة عشوا على ابنه يعني مهنس غطية يستدل بقول شاعر وإن جهلت نفس قدرها رأى غيره فيه ما لا يرى وفعلا يعني الإنسان الكبير ما يكون أنا ويشعر هو النرجسي الأول الآخرين يعرفوا مثل ما نحن الآن بعد موته نعرف قدره وروعته وإنسانيته الكبيرة أما عن المسرح فقد ترجم الكثير من النصوص المسرحية الإغريقية ويمكن أبرزها أوديب لسوفوكلس هذه المسرحية الأم الكبيرة وكان يرى ضرورة أن يتعود الممثلون على إلقاء الشعر في اللغة العربية وفي إلقاء النثر وبيوجود ضرورة أن يكون هناك معلم يقوم ألسنتهم التي تعوج في النثر حتى في النثر يعني يطلعون مرات مسلسلات مصرية تحكي باللهجة هي بالقائرة تحكي باللهجة أهل الصعيدة والعكس يعني وهي مهجوز وفي رسالة إلى توفيق الحكيم عن مسرحية أهل الكهف شوفوا الفكرة التقدم عند النبي المستنير التي عدها طه حسين فتحا جديدا في تاريخ الثقافي يغني الأدب قوله هو يغني الأدب العربي ويرفعه ويرفعه من شأن النهضة المعاصرة لقد تألم طه حسين لما تعرض له معهد التمثيل من إصابات وعدم قبول الفتيات في معهد التربية وأداني فساد الخلق في وزارة الخلق في وزارة المعارف والجامعة يقول كلهم ذول بالتربية وبالجامعة وبالوزارة هم عبارة عن حثالة من المتجسسين الجواسيس يكتب تقرير على أمه وأبوه وعلى أستاذه كما نجد الآن يعني ما شاء الله في زمن اللي عشناه يعني كل واحد ينكل بآخر حتى هو يصعد بتدمير الثاني ويخاطب زوجته سوزان الفرنسية يقول لها قذفت بك إلى بيئة أخرى لا تألفك ولا تألفيها فهناك السوربون وكولج دي فانس والكتب ويسمي طبعا المسارح وملاعب التمثيل ودور الموسيقى استقال طبعا هو من وزارة المعارف كما ذكر السرطاء والأساتذ الأفاضل وقضى العقود الأخيرة من حياته مغتربا في المنافي وطرفة أقول هي من طرائب طائعه سين وهي طرفة جادة قوله أنا معروف بلبنان قال أنا معروف بطول اللساني ولكن ربا نعمة قصرت أشد الألسنة طولة والسلام عليكم شكرا جزيلا دكتور العزيز عقيل مهدي على هذه المداخلة الطيبة والشيقة والمهمة أيضا في أدب وحياة طه حسين والآن مع الناقد الأستاذ علي حسن الفواز للحديث أيضا عن ذكرى خمسين عاما على رحيل طه شكرا جزيلا دكتور أحمد الضفيري وشكرا لمؤسسة المدى وشكرا للأساتذة الذين تحدثوا بدلا هناك قول يقول أن أوروبا حينما تشتاحها الأزمة الاقتصادية يلجأون إلى ماركس وحينما تشتاحهم الأزمة الأخلاقية يعودون إلى كونت أظن ونحن ذكرى الخمسين لرحيل طه حسين يمكن لنا أن نفكر باستعادة رمزية طه حسين وحديث الدائم والدائب عن العلاقة مع الآخر الآخر بوصفه الحضاري الآخر بوصفه المختلف الآخر بوصفه المعرفي الآخر بوصفه الإنساني لأن هذه العلاقة ظلت ملتبسة وظلت غامضة وظلت مثيرة للجدل وربما ظلت محاطة بالكثير من الشكوك من هو الآخر من نحن من الآخر ما هي هويتنا وبالتالي حتى كان في بدء رحلة طه حسين كان وثار هذا السؤال عن مصر هل هي مصر شرقية هل هي مصر غربية هل هي مصر مصرية هل هي مصر يونانية هل هي مصر أغريقية هذه الأسئلة العميقة بتقديري هي التي جعلت من طه حسين ظاهرة تستدعي البحث وتستدعي الحفر في مجغل النقدي وفي مجغل الثقافي والمعرفي أنا لا أريد أن تحدث الأساتذة عن جوانب مهمة لكن أريد أن أتحدث عن موضوع مهم هو موضوع ما يتعلق بكتابه مستقبل الثقافة في مصر هذا الكتاب المفصلي والمهم والذي يمكن أن يدرس ليس حول التجربة المصرية وإنما حول كل التجارب العربية لأن طه حسين كان يؤمن أن مفهوم الحضارة وأن مفهوم التنوير وأن مفهوم الإصلاح هي مفاهيم غربية وأنها هي جزء من عملية التطور التاريخي الذي حدث في الغرب وربما لأن طه حسين لديه استعدادات مبكرة للشك يعني بدءا من كتاب عن المعري أنه كان يشك بالخرافة كان لديه حساسية مما بين ثنائية العقل والخرافة وبالتالي كان ينحاز إلى العقل أكثر من الحياز إلى الأساطير والميثيولوجيات والخرافات وفيما بعد حينما انتقل إلى المنطقة المعرفية وإلى المنطقة المنهجية حينما درس في الجامع الجامعات الفرنسية وتعرف على المنهج الشكي الذي حوله إلى منهج معرفي وإلى منهج علمي قاده فيما بعد لأن يكون أو لأنه يحول إلى وسيلة لمقاربة الكثير من الظواهر بما فيها التأسيسات المعرفية وأنه أراد أن يقول أن لا يمكن لك أن تؤسس على الرمل ينبغي أن تؤسس الأبنية على أرض صلبة هذه الأرض الصلبة هي أرض العلم لذلك تأثر بالفلسفات الوضعية وتأثر بالفلسفات الشكية والشكية يعني بالمناسبة ديكارتي يعني نحن أحيانا ننجز وكأن الشك الديكارتي هو شك بالأشياء وإنما هو بالعكس هو يعني المفهوم الديكارتي هو تقصي التفكير من منطلق أنا أفكر إذا أنا موجود أي أن التفكير بالشيء هو إثبات لوجوده إثبات لعينيته إثبات لحقيقته وبالتالي كانت الأفكار التي تبناها طاه حسين في لحظتها هي التي قادته إلى أن يؤسس هذه المنطقة الملكة فحينما كتب هذا كتاب مستقبل هو أدرك بجرأة على أن لا مستقبل للثقافة في مصر مع وجود الأساطير والخرافات والأوهام التي كان يعيش المجتمع المصري بما فيها الأساطير الدينية والأساطير الاجتماعية والإشاعات ولذلك تبنى خطابا عملياتيا ورؤية واضحة تقول أن مستقبل الثقافة تبدأ من التعرف على ثقافة الغرب تقرف على الثقافة الإنسانية التعرف على الثقافة التي بنت المدينة لأنه كان يؤمن أن الثقافة تبدأ من المدينة والمدينة بمفهوم الحضار هي عبارة عن منظومة مؤسسات منظومة تشكلات منظومة علاقات قائمة على المصالح وقائمة على الأبنية يشترك فيها المعرفي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهذا المفهوم الذي تمنى طعسيا انعكسه فيما بعد حينما أصبح وزيرا للمعارف لأنه أدرك أن لا يمكن للمدينة أن تبنى إلا من خلال النقد من خلال الحرية من خلال العقلانية من خلال إيجاد بنى عميقة داخل المجتمعات واحدة من أساسيات البنى هو التعليم هو التعرف هو التعلم هو التفكر هو التدبر أظن أن هذه القضايا هي التي عفوا جعلت من طه حسين ظاهرة اجتماعية وظاهرة ثقافية وحتى ظاهرة سياسية لأن خطاب طه حسين كخطاب معرفي يمكن أن يرحل من المنطقة الثقافية من المنطقة الأدبية إلى المناطق الأخرى وبالتالي يمكن أن تكون الأدوات المعرفية والخطاب الذي استعمله طه حسين يمكن أن يكون فاعلا في هذا المجال وفي ذاك المجال وأعتقد أن يعني من يعرف طه حسين سيجد أو من قرأ طه حسين بعمق سيجد أن هذه الخطوات فعلا قد تركت تأثيرها الكبير ليس لأن طه حسين هو أيضا ينتمي إلى مدرسة تنويرية مبكرة يعني مدرسة محمد عبد ومدرسة أحمد نطف السيد وسعى الزغلول هؤلاء يعني هؤلاء التنويريون الكبار لأنه هو أيضا كان من حزب يعني من حزب الأحرار لا أقول حزب الأحرار الندل حزب الوفد لكن حزب الأحرار هو معروف أنه كان حزب البرجوازية المصرية معنى هو أيضا كان يؤمن بأن انتقال إلى مرحلة بناء المدنية هي أيضا جزء من تحول طبقي داخل المجتمع المصري طه حسين أيضا واحد من القضايا المخلفات الانفلاونزة طه حسين أيضا واحد من القضايا المهمة التي جعلت من طه حسين يدرك أهمية التحول الاجتماعي أنه كان على ثقة بتجربة عبد الناصر وربما هو الأول شخصية مصرية أطلقت على ثورة 52 بكلمة ثورة لأنه تبنى هذا الموضوع وأدرك أن تجربة عبد الناصر القومية بطموحاتها بأحلامها بمشاريحها هي يمكن أن تكون جزء فاعل في عملية الانتقال نقل المجتمع المصري من لحظة تاريخية ما إلى لحظة تاريخية أخرى عموما أن الآن ونحن نستعيد طاه حسين ونحن نتحدث عن ظهر طاه حسين هو أيضا يمكن كما يقودنا إلى الحديث عن علاقتنا بالآخر نحن الآن في العراق مثلا هذه اللحظة المفصلية الآن ما هي علاقتنا بالآخر نحن الآن ننطلق من خطاب ميثيولوجي ننطلق من خطاب فيه الكثير من الأساطير فيه الكثير من الخرافات وبالتالي نحاول أن ندخل المدنية لا يمكن لك أن تدخل المدنية ولا يمكن لك أن تدخل الحضارة وأنت غير مهيئ وليس لديك الأدوات الفاعلة والحقيقية القادرة على أن تجعل من فعل التنوير والإصلاح بمعناها العقلي بمعناها المؤسساتي بالمعناها القيمي بالمعناها الأخلاقي أن يكون فاعلا ومقعدا على الأرض إن لم تكن هناك أطر وإن لم تكن هناك مؤسسات وإن لم تكن هناك منظومة تعليم ومنظومة اقتصاد ومنظومة أفكار ومنظومة الرؤى واضحة يمكن أن تفعل أظن الآن استعادة نموذج طه حسين التنويري الإصلاحي الجريء الذي تحدى الكثير من المعوقات في سبيل أن يصنع علاقة لا أقول مضطربة ومشوهة صحيح أن هناك الكثير من الملاحظات على حواريته مع الآخر لكن بتقديري أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإعادة تأهيل العقل الإنساني لكي يكون عقلا فاعلا وعقلا قادرا على أن يرى الأشياء بوضوح لا يمكن لا يمكن للخرافات ولا يمكن للأساطير ولا يمكن للأوهام أن تبني مجتمعا المجتمع تبنيه العلوم تبنيه المعارف تبنيه الرؤى النقدية تبنيه الرؤى العقلانية تبنيه الرؤى الحضارية التي تؤمن أن مسار التنوير طويل لكنه هو المسار الواقع الحقيقي الذي يمكن أن يثار مع سؤال طه حسين لماذا نستعيد طه حسين شكرا جزيلا شكرا جزيلا لأستاذ العزيز الناقد علي حسين الفواز على هذه المداخلة الطيبة والمهمة حول عملية استعادة طه حسين بوصفه ظاهرة ثقافية فكرية مفصلية ومع مسك الختام وحديث للدكتور قحطان فرجالله عن طه حسين المفكر والأديب شكرا جزيلا مرحبا بالسادة والسيدات الكرام في 20 مارس يوم الأربعاء عام 1932 عقد مجلس الوزراء المصري برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل صدقي لمناقشة قضية عويصة هي قضية طه حسين أفندي وخرج رئيس الوزراء بهذا البيان المقتضب قرر مجلس الوزراء فصل الأستاذ طه حسين أفندي الموظف بوزارة المعارف العمومية من خدمة الحكومة ليتوجه إلى المنزل ليجد موظفا من البنك المصري يطالبه بدفع ثمان جنيهات المرتب الذي تقاضاه وليس في جيبه مليما واحدا بعد ذلك يعيش على أحد أخوته لماذا كل هذا على طه حسين وهل تلاحظون أننا نقول طه حسين بدون أي ألقاب أو بدون أي مقدمات أنا عندما كنت في القاهرة كنت أضجر من اسمي فاخترت اسما بديلا لأن المصريين لا يجدون لفظ القاف فيقولون تحطان أو أحطان أو من هذه الأسماء فأستاذي الراحل سليمان العطار تضايق من هذا الفعل قال املأ اسمك بالمحتوى وسوف تحبه طه حسين بدون ألقاب مجرد أن نقول لأي إنسان في الشارع الآن طه حسين سيعرف أن طه حسين عالم كبير واسم مرموق لا يستطيع أحد إنكاره هذه نقطة النقطة الأخرى أنا أعتقد أن طه حسين من وجهة نظر حفر عمودي لم يؤلف إلا كتابا واحدا يمثل طه حسين وهو في الأدب الجاهدي لأن طه حسين في هذا الكتاب كان متحررا حرية الفكر بعد هذه الأزمة وقع طه حسين في دائرة القارئ الضمني حسب نظرية التلقي أي سطر كتب طه حسين سيكون مراقب وشاهدنا هذا وأنا أخرج جامعة القاهرة في أزمة الراحل نصر حامد أبو زيد بعد عشرين أو ثلاثين عام من نفس الكلية وفي نفس المحور وقع في حبائل هذه القضية الحقيقة ما حصل مع طه حسين هو أحضر لنا حبلا كي نشنق هذا المجرم بعد محاكمته محاكمة عادلة قرارات مسبقة ليس لها حل أحمد لطف السيد كان يعني من الساندين وهو كان رئيس جامعة القاهرة لطه حسين فقرر أن يكتب طه حسين حوارا أو اعترافا بأنه مسلم أو يدين بالإسلام في أحد الصحف ومن ثم يسحب الكتاب سحب من الكتاب 778 نسخة بمئة جنيه و300 نسخة بيمكن 25 مليم وعودعات في مخازن جامعة القاهرة وبعد ذلك تسربت جميع هذه الكتب من الجامعة وألف طه حسين كتابا آخر بعنوان وحذف منه فصلا طبعا اسماه في الأدب الجاهل مشكلة طه حسين في هذا الكتاب مشكلة عويصة ولماذا أو عيدة فتح هذا الملف بعد سس سنوات من نقل طه حسين إلى وزارة المعارف ومن ثم عزله ومن ثم عادته ومن ثم عادته كتدريسي ومن ثم أصبح عميدا عام 1932 طه حسين استخدم منهجا ادعى بأنه استخدم منهجا شكل ديكاتو هذا المنهج التأملي ولكنه استخدم منهج أستاذه دوركايم في التحليل التاريخي والجمع بين أداتين إجرائتين لا يجتمعان هو منهج تلفيقي لكن أهمية طه حسين تكمن ليس في الأدب أو دراسة الشعر أو انتحاله وإنما في طريقة وأسلوب التفكير في زعزعة المنظومة الواثقة المنظومة القدمية نحن الآن مثلا عندما ننزل إلى شارع المتنبي ممكن أن نقتني أي شيء يقال له أن عمره 20 سنة أو عمره 30 سنة أو عمره 100 سنة بإغراء القدم حتى وإن كانت هذه السلعة بائسة العرب يقدسون القديم وأراد طه حسين أن يزلزل هذا القديم أن يناقش ولذلك هو استخدم أدوات سبينوزا في دراسة القص الديني وتحليله من باب إثبات الوثائق التاريخي لا تكرد ذلك وهذا يتعارض معنا يعني كل الذين وقفوا ضد طه حسين الوزارة البرلمان مجلس الشيوخ الأزهر الجامعة كل هؤلاء وقفوا لأنهم يقدسون الثابت والقديم الذي أراد طه حسين أن يناقشه طه حسين بعث عليه حلمي عيسى وزير المعارف عام 1932 ليعادة فتح القضية قال يا باشا صدرت أوامر بأن تمنح البشوات والأعيان شهادة دكتوراه فخرية علي ماهر وغيره من الأخوان البشوات فطه حسين رفض رفضا قاطعا وقال يا باشا عامية كلية الأداب ليس عمدة تصدر له الأوامر من الباب العالي كي يعطي شهادة دكتوراه للأعيان أنا أرفض رفضا قاطعا أن أعطي شهادة دكتوراه للأشخاص لمجرد أنهم أعيان ولا أعرض هذا الموضوع على مجلس الكلية إطلاقا قررت فرئيس الوزير المعارف قال له أنت تمتنع من أداء وظيفتك وحنشوف من يؤدي الأشياء طه حسين في منهجه يعني أثار زوبعة كبيرة في قضية الأدب والشهر القضية لم تناقش في كلية الأداب أو المحافل الأدبية على أنها قضية فن وأدب وشعر وانتحال وموثوقية وإنما سحبت إلى أطار آخر إلى أطار ديني إلى أطار سياسي إلى أطار مجتمعي تخيل أنه سعد زغلول ينقم من طه حسين في العلن ويؤده في الخفاء عندما ذهبت مظاهرات إلى بيت الأمة بيت سعد زغلول قال في آخر خطابه سعد زغلول جيب من يفهم الحمار وقصد على طه حسين لكنه في الخفاء كان يؤيد حرية الري في عام 1950 عندما تشكلت وزارة الوفد الأخيرة كان طه حسين هو وزيرا للمعارف فالقضية بهذا وزير رئيس الوزراء محمد محمود يتصل بأحمد لطف السيد ويقول له العام الجديد سيبتدي باشا بلغ طه حسين بتاعك ده مش عايزينه يتعرض للقرآن لا من بعيد ولا من قريب فيقول طه حسين عندما دخلت المدرج قلت لطلاب الآن نبدأ هذا العام الدراسي بتفسير القرآن الكريم وفسر القرآن الكريم بهذه الطريقة يعني أنا لا أريد أن أطيل بعد هذه الجلسة الحافلة بالأسماء الكبيرة لكن طه حسين عندما أصبح وزيرا عام 1950 طالب بمجانية التعليم وهذه البذرة التي نمت في جميع البلدان العربية وطالب بهذه العبارة أن يكون التعليم متاحا كالماء والهواء لو عاش طه حسين في هذا الزمن لعلم أن العوائل تنفق نصف دخلها الآن على التعليم السيء ولعلم طه حسين أن التعليم أصبح أكثر تلوثا من الماء والهواء شكرا لكم شكرا جزيلا للدكتور قحطان فرج الله على هذه المداخلة المهمة والالتفاة الذكية في مسيرة طه حسين لا سيما وأن مفهوم المجانية في التعليم حقيقة كان مؤثرا جدا في مرحلة بناء وتنوير العالم العربي طبعا لأننا تجاوزنا الوقت فأعتذر للسادة الحضور عن المداخلات ونتشرف بحضوركم ونلتقيكم إن شاء الله بجلسات وأصباحات ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة